اكد السيد محمد بن ابراهيم الامطوع وزير شؤون مجلس الوزراء ان مسيرة التنمية في مملكة البحرين تشهد نمو تصعديا يواكب متطلبات المستقبل ويعزز من المكتسبات التي حققتها المملكة على كافة الاصعدة ويضعها على الطريق الصحيح في اتجاه تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن الاطر الوطنية جاء ذلك خلال كلمة للوزير الامطوع في الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والجزء رفيع المستوى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيد الرئيس يسعدني المشاركة في الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى والجزء رفيع المستوى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويسعدني أن أؤكد مجددا على التزام مملكة البحرين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بتنمية شاملة لاحتياجات ومتطلبات جميع المواطنين والمقيمين دون استثناء وتأكيدا على هذا الالتزام فقد استعرضت مملكة البحرين تقريرها الوطني الأول في هذا المنتدى ونظمت ثلاث فعاليات جانبية مع شركاء دوليين حظيت بمشاركة واسعة هذه الفعاليات كانت عن الإسكان الميسور التكلفة وعن تعزيز ريادة الأعمال والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة وعن حوكمة الهجرة من أجل مجتمعات مستدامة شاملة ومرنة سيدي الرئيس وقد جاء تقرير البحرين الوطني مستعرضا الأولويات الوطنية متقاطعا مع مقاصد التنمية المستدامة وأهدافها ومؤكدا على التزامات البحرين الدولية وكان أعداد التقرير وفق المبادئ التوجيهية من الأمم المتحدة حيث شارك الجميع بما فيهم البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين وغيرهم من المهتمين بالتنمية المستدامة في مشاورات واسعة تم الاستفادة من مخرجاتها في صياغة التقرير كما أنها كانت فرصة لاستعراض الوسائل التنفيذية للخطط التنموية بمساهمة من الشركاء المحليين والدوليين وكان من حسن الطالعي أن تزامنت عملية إعداد التقرير مع ورش عمل وزارية لاستشراف تطلعات برنامج عمل الحكومة القادم 2019 إلى 2022 وقد تم وضع الآليات المؤسسية المناسبة لمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولرصد التقدم المحرز فيها عبر إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات بعضوية عدد من الجهات الحكومية وعن طريق إنشاء قاعدة معلومات وقاعدة مؤشرات وإحصاءات خاصة بذلك تبين منها أنه قد أدرج 78 من مقاصد التنمية المستدامة في برنامج عمل الحكومة الحالي والنسبة المتبقية إما أن تكون قد نفذت بالكامل أو أن تكون ليس لها علاقة بطبيعة البحرين السيد الرئيس تواجه البحرين كونها من الدول الجزرية الصغيرة النامية عددا من التحديات منها محدودية الموارد وتغير المناخ ولتجاوز هذه التحديات نؤكد على ضرورة تفعيل الشراكة الدولية وفقا لما جاء في مقررات المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المستدامة والذي عقد في أديس بابا في يوليو 2015 والذي أطلق شراكة عالمية متجددة ومعززة للتنمية المستدامة وإننا نتطلع إلى بذل المزيد من الجهود لحشد موارد التمويل من مختلف المصادر وتوجيهها لمزيد من المكاسب التنموية السيد الرئيس ختاما أود أن أؤكد على أهمية دور المنتدى السياسي رفيع المستوى لتوفير فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين الدول في تحقيق التنمية المستدامة ونتطلع إلى مواصلة المشاركة في أعماله مستقبلا وشكرا سيد الرئيس